نجريو نيشو نتيريو نغتصو تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي اهلا وسهلا ومحبا بكم معنا ببرنامجكم الرياضي اسبوعين سبورتايم على قناتكم في الحلقة ديال اليوم ديال سبورتايم باش نستقبل بطل اللي فاز بشوج ديال الميداليات واحدة برونزية واحدة دهبية ايمن الحداوي معنا اليوم في البلاتو ديال سبورتايم اهلا نسي ايمن والكم السلام شرف لي احضر معكم في البلاتو اليوم وشرف لي اتمتيل المغاربة كاملين والحمد لله على النتيجة من شاء الله يكون خير القدام وكنشكر جلالة الملك محمد السادس على برقية شكر اللي كانت الفرحة ديالا اغلى من الميدالية وحفزاتنا باش نكونوا افضل افضل وافضل في السحقات القديمة وحفزات العدائين اللي شاركوا معايا والعدائين اللي محالفوا مش لحد حتى هو ما رأى تنقولوا رأى يرجع بوحد الانيرجي كبير ان شاء الله ان شاء الله ايمن سيغل تفقى معنا نستة وشين دقيقة نتكلمو عليك على المصاري ديالك على الاهداف ديالك الرياضي ومعنا كذلك في البلاتو اليوم ديال الاسبورت تايم وفي كل فرح سنعود نتقى مع الصديق ديالي سعيد المريني المدير تقني ديركتور تكنيك ناسيونال ديال الجامعة الملكية المغربية ديال الرياضة شكرا على هذه الدعوة الكريمة وحنا بدورنا تنقدم الشكر الجزيل لجلالة الملك نصره الله لتكرمه لتهنئة جميع العناصر المتواجهة في الألعاب البرانمبية بباريس وحقيقة كانت مفاجأة سارة لأنه اعطت واحد دفع كبير لهذا الرياضيين على أساس أنهم من الآن تفكروا يعني في لوسانجيريس 28 وبالتالي سيكون لدينا واحد العمل الذي سيبدأ إن شاء الله لمدة أربع سنوات لكي نكونوا إن شاء الله متقدمين والحلم ديالي أن نكون مبيل العشر دول مترتبة في الصحيح العالمي ونتقدم على دول كانت عندها باع كبير في هذه الرياضة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة خبير نذكر بالنتائج ديال دورة هذه كما قلنا إن 15 ميدالية 3 دهبية وستة فضية وستة برونزية سيبدأ بمونسير بوجة ميداية دور 400 م تدوز أيمن حداوي اللي معنا اليوم هنا ميداية دور سيبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض المشاكل اللي هي بسيطة جدا بحال ساي من را كنا عوالين عليه ياخدو ميضا يدوغس يوصان متك يوكاتان متك وممون دي شوفوا يعني في تسخينة ديالو كانت يسخين بالمطط والمطط طار له جلو العينين ديالو قبل السباق وانتقل الى المساحة رغم ذلك اصر على اساس يشارك ولكن شارك بصعوبة ولكن نتأسف لضياع ميدالية ذهبية اخرى بالاضافة الى اشياء اخرى ان شاء الله نطرق لها من خلال الحوار خلينا فرحانين كتير خلينا فرحانين كتير لان هادو الابطال ديالنا يعني فلاذات الكبيرة ديالنا خصوم اللي رعاهم رعاية يعني تاليق يعني بالمستوى ديالهم وبالظهور ديالهم اللي يظهروا بيبه هات الشكل ايمن غير منك تشكروا حد القادية قبل ما نبدأ اللي تخلى هنا ما تخرش دونك الميضايا هردي دو ميضايا تسهلو تسهلو احنا لجبنا من باري جبنا مال مغاربة احنا ايمن غادي نرجع لك ولكن قبل من هذا نستغل الفرصة معنا سيساعد نعم باش يوضح لنا شوية هذه المسألة ديال 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 و84 هي اللي كانت مسؤولة على ما هو كله دولي في الحركة البرانبية الدولية يعني تتعمل داخل الوطن كأنها جامعة وحدة كأنها رياضة وحدة وهي عندها عشر رياضات وتتشتغل مع المنتظم الدولي باللجنة البرانبية وهذا مخالف للقانون مخالف للقانون لأن اللجنة البرانبية الدولية تتحتم عليك واحد القانون أساسي للجنة البرانبية الوطنية يمكن أننا من الدول التي تأخرت كثير لخلق اللجنة البرانبية وهي يعني إجبارية لا في اللبس ولا في المرسلات ولا في كل شيء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عرفت يعني الهيكلة المغربية دي الحركة البرانبية الوطنية خلق جامعة دي المكفوفين في 2016 احنا كنا في ريو وتنشوفها يعني في تلفزة أنها تخلقت وأنتم ما عرفتوا الطريقة كيفاش تخلقت وهي بادرة ممتازة جداً باش تعطي فرصة أخرى لجامعات أخرين يخلقوا يعني لجامعات البرانبية الرياضة تخلقت في 2018 يعني دمج يعني لجامعات تيكواندو والباراتيكواندو في 2018 جاءت 2020 البرانبية الرياضة يعني دخلوا معهم يعني والتي عنا أربعات هالجامعات كيفاش غنضموا هالشيء وكيفاش غنشاركوا بسيطة جداً من قبل كان سيحامل العونية رئيس الجامعة هو التي يتكلف يعني بما هو يعني تجيل بما هو يعني التنظيم بما هو الاستعدادات يعني للجامعات الأربع لكن هذه السنة دخلت يعني الوزارة كشريك دخلت كشريك شريك لأنه قدمت واحد واحد دعم كبير خاص يعني بالاستعدادات وخاص بالمشاركات وكل المشاركات اللي كانت مؤهلة لألعاب البرانبية كانت على نفاقة الوزارة نفاقة الوزارة وهذا شيء جميل جداً إلا أنه نحن نحتاج إلى مركز تدريب مستمر المستوى العالي وأنا أقول لكم بكل آمانة فألفين وثلاثة كنت من الناس اللي خلقوا المنتظم الدولي دي المراكز تدريب الأولمبية البرانمبية الدولية في كندا من داك الوقت يعني المغرب ما بقاش ناشت وحقيقة تخص واحد لمركز ديال الإكسيرانس الإكسيرانس باش ما نبقاش نقلبه فين غا مشي وندربه أو فين غا مشي وندر المسابقات أو فين وهذه هي المسائل اللي يخص الواحد يعرفها اللي بغيت نضيف هو أنه احنا تنشاركوا بالإعاقة الحركية والإعاقة البصرية هذي تقول لي فين هي الإعاقة الدهنية والإعاقة السمعية الإعاقة السمعية هما رافضين يدخلوا الحركة البرانمبية الدولية تيبغيوا هذو كبوح ديهم عندهم متضم ديهم الاشيال الانترنسيونال الاشيال الاترنسيونال والإعاقة الدهنية باشي يخلقوا لجان لجان ديال الرياضات السمع البوك وحنا في الجامعة ديالنا نضميناهم معنا ريتما تسوى الوضعية ديالهم على الصعيد البرانمبية الإعاقة الدهنية فيها الإعاقة الدهنية يعني الخفيفة هي اللي تبع لنا احنا ولكن مستوىهم ما سيسمح لهم يشاركوا في الألعاب البرانمبية تخصم يجبوا أرقام الدنيا تخصم يدخلوا يعني يجدوا الترتيب العالمي وبالتالي ما كانش عمنا حظ ومش نشاركوا بهم كما قبل أنا فتطال نجي نديروا واحد بنشمارك مع الدول الأخرى كيفاش منضمين واش داخلين هما في عن كوميتة أولمبيك هما كانين بلوزور فاصة يعني كان أشكال كثيرة يعني الليجنة البرانبية الدولية في الأول كانت ديرا إي بي سي سبور يعني كل الرياضة تابعي اللجنة البرانبية من بعد ولو تتخلقوا منظمات يعني دولية خاصة بالإعاقات تديرتها يعني الرياضات بالإضافة إلى خلق جامعات دولية جامعات دولية البرانبية الرياضات الآن يعني في الاستراتيجية الجديدة ديال ديال اللجنة البرانبية الدولية هي خلق جامعات دولية البرانبية مستقلة ما ستبقى شتابع الأسوية اللي بغيت نوضح أنه يعني بالنسبة للمغرب بالنسبة للمغرب هي العملية بسيطة جدا نحن عندنا دبات قريبا أربعة ديال الجامعات ولكن كانت طلبات ديال الجامعات أخرى بحل بادمينتون بحل سبوريكاس يعني الفروسية بحل يعني التينيس طاولة تينيس طاولة عن اللي احنا كنا نشتغلنا فيه من ثمانينات وبالتالي حان الوقت باش ننظموا الأمور ونمشيوا متطابقين يعني مع المنتظم الدولي على أساس ما نتفاجأش بشي مرة يقولك لا ما تشاركوش نتوما خارج المدان هذا هو اللي بغيت هذا شيء باش نتكلم ولا بدك نخسن نوضحوا هذه مسألة باش نشوفوه شوية سيبولي دانزي نوتر اميسيا نمبره سكونساكري ريانك سر يعني توسكي يجسلاتي خيب يا مرحبا 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 أنا رجع عند أيمن أيمن باش نوصلوا لهذه النتجة شنوال لدوك شوات اللي قطعتي واشنوال الساكريفيس اللي درتي وفي انت تتدرب واشنوال كيفاش جاءتك المسألة ديالا باش تشارك ديالا باريز دميلة واتكار بطلوب بالسن ديالا السن ديالا 24 سانة بديت اللات اللي تيزمالت 18 سانة مور مور الإصابة ديالتي اللي خدتلي عامين من من وقتي ما كنت كندير حتى شي سبور ديالا وقيتها قلت خاصة ندير شي حاجة في حياتي ما نبقاش 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 غاز زع ما قلس وبحلاكة صافي كانت بعدك هذا الوبجكتيف هذا بحياتك انت كانت هي صديق الوبجكتيف داروري في الحياة داروري داروري كي بديت الألعاب القيوة بديت في 2018 في مدينة سالة مع الأستاذ الزواوي الفكري داروري بديت زع ما ما بديت شان ناخدها كهيواية و عنسالي واحد النهار بديت بديت واحد الحلم كبير كنت كان تريني ديال بالصاح و من اللي بادي 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 بواحد العقلية محترفة محيط بزافة الحوايج لم يكن خليش الالهاءات اللي تخرجني على المصار ديالي و في نفس الوقت متبت بالدراسة ديالي حتى هي اللي من بعد التاحق في 2022 الأمريكا اللي إتمام الدراسة ديالي والحمد لله كنت كان تدرب تدريب قاسية قاسية جدا كيف مما يعرفوا العدائين أصعب مسافة 400 متر كنت كنت كانت تدرب بواحد من اللي كانت شوف راسي القدام ما كانت شوف راسي الوسط وعلى شيء كانت أن ندير الحتيام لك الممكنة للي ما تخلينيش نتشوف راسي خاسر في شيء سيباق كانت كون محدر مزيان قبل أي سيباق كان من العدو اللي هو الاصابة وكان صافي وكان توكله على الله وصله صلاة دينا وكان خدمه وصافي تمرنت في صلاة أربع سنوات وشاركت مع المنتخب الوطني لألعاب القيوة في عدة مسابقات دولية منها بطولة العرب، بطولة الألعاب الإسلامية، بطولة الألعاب الفرنكوفونية والحمد لله توفقنا في الفوز بميدالية ذهبية في هذه السباقات مع سيف فارق تتابع أربعمائة متر ومن بعد مشيت لأمريكا لكي نكمل كيف مشي أجازك فيك بشي أمريكا؟ كان واحد سيد اللي منساش لأخير دياله بزاف حتى صعيب ما بين توازمه بالقرايا ومعنا نجد رسالة شكر عيسى الدغوغي هو اللي عاوني وكان خلص لي ديكساء وقالي ملحادة راسية والبروغرام ديال اللون تريمو اللي طالع مشيت لقيت راسي مع الدائين عالميين الكبار ديال بالصح وتعلمت منهم وتمك سافي دخلت في موسى وحدة آخر مزيان تعلمت منهم ازاي صافي دخلت في موسى وحدة آخر رقيت تيقوله الموحد ديالك هو اللي كي خرجك جمدري أجوتي يون شوز كان ضن أنه يعني أبطال مثل أي من تبارك الله علي يعني مثالي في جميع التدريب دياله يعني تركيز ديالو جعله أنه بشي تفوق المهم اللي بريت نقول هنا من خلال المثال ديالو هناك عديد من الرياضيين حاملين إعاقة الدنيا بشي يشاركوا مع البرنابيين ومعارفينهاش معارفينهاش حتى تيجي بقاوي يبحثون للصدفاء ولا تتلقوا مع أن تكنيسيا لتي يرشدهم أنا أعطيك مثال يعني يوسرا كريم أنا سنتين وأنا تنركض من مورا باش تجي معنا ومكانش بغي يدخل يكنت معلي فاليد تدير لاتيغو فيلي المهم شوز يعني بالنسبة لأيمن حتى مسكين منتصاب في ديالو داك شي وبدأ تيشوف لي فيديو تيشوف لي جو تيشوف لي جو تيشوف لي جو تيقول ببقوا با جس جسي كم دونك سوكي في در هو در در طريقة ديالو ديالتصنيف مع الجامعة بعد در تصنيف ديالو الدولي والحال الآن عنده تصنيف ديالو سبعة وربعين هما سبعة وربعين تيكونوا المبطورين يعني من اليد من البوني التحت أو يعني من الكود التحت ولكن يد وحده ولكن إذا كانت عنده إصابة يعني تضعف له يعني الحركة ديالو 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 تيشوف تدخل تيشوف تحسنوا لها لبقوم ديالها بالمزور ذاك شي علاش هذا الشي اللي بغيت نقول يعني من هذا الباب هذا را ناس حاملين إعاقة الدنيا ويمكنهم يدخلوا مع المعاقين وما عارفينش نفسهم عليهم يتحركوا وحنا مرحبا بيهم دايق بي غادي نديرو أتسمح لي أيمن سمح لي سيسا نديرو أحد وقفة في الفقرة ديالنا بغيك تايم مع زيدريس عموري ونعود نطلقها توجد ساعة المنتخب الوطني المغني بيخاد مبارتان في التوقف التوليلي شارشوتن بيرد كل من اللي زوتو القابون برسم إقصائيات كاسفريقيا مباراة القابون الأولى حسمها الوسود بأربعة أهداف لوحيد وبأداء هجومي قوي كيكستطور المنتخب في هذا الجانب نفس اللقاء أعرف تشجيل إبراهيم دياز أول هدف لهم عن النقبة الوطنية مع توقع زياج ثنائي من الأهداف لقاء ثاني شكل فرصة كذلك لمنح الفرصة لمجموعة من العناصر الشابة أمر زهادم أزنو لعب بيرميونخ لقدم أداء رائع في أول ظهور لهم مع المنتخب فضلا عن نشراك اللاعبين لتألقف أولمبياد باريز أبرزهم ثنائي عمير ريتشاردسون هو أسامة رغالين لقاء تحسن بهدف دون رد من توقيع إبراهيم دياز بطريقة فنية رائعة في المجملة توقف دوليش كالفرصة للناخب الوطني وليدرق راقي للوقوف على مجموعة من التفاصيل مع تجربه مجموعة من الخطط والأسماء الأمر اللي منشأ أنه ينعكس بشكل إيجابي على أداء المنتخب قديم لاستحقاقات وإضافة إلى ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معينة دولي السابقة نورتين نيبت مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة وحسب بلاغ الجامعة فتم تحديد اسماء الأطقم التقنية الجديدة لمختلف المنتخبات الوطنية ذكورا وإناثا وأشعرت كذلك إلى أنه تم تعيين يوزف أنيس كذلك مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة وحسب نفس البلاغ فقد تم تعيين تيودور فيكتور أخوان مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الأقل من 18 سنة وحسب عميل المدرب المساعدة لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الأقل من 18 سنة شكرا دريس ونكمل الحديث مع الضيوف دينا أيمن وسيساعد نجحنا نهضر على هذه المسألة هذه الإنجاز ديال باري 2024 والنتائج ماشينا فرميداب 15 ميدالية مرة أخرى نذكره 3 ديال 3 نور 6 en argent 6 en bronz كنت نسكلم على الدتكتون ديال ديال الاتلات ديال الاتلات اللي شارك اللي ما شارك واش مكينش هنا واحد للعمل ديال التواصل ديال الكوميناكش باش الناس يتفتحو أكثر على هذه المسألة أفريدير vous avez توشي يعني un thème qui est très important بزاف الناس ما عرفيش كمان وترافاي كمان نحنا ويسأل كتيرا ديال 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 وشاك عنا في الريان ديال في الديبت de سيزن مع ديال 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 مع ديال ديال نحنا عندنا طريق الطريق الأول هو زيارة المراكس الهيلي لسانتر ديال ريهبالي تاسي ديال 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 نحنا غير مسموح أننا تبدأ ديال منافسة moins دوز ان دوز ان quatorze ان لأثلت كورس quatorze ان لفق سيزن دخل لأ كمان كمان لأ كمان الهيلي ديال 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 المستشفايات المستشفايات المغربية بحال المستشفايات العياشي بحال المستشفايات بنوروش في Casablanca عندنا les sections ou les pavillons ديال ديال les enfants portant l'handicap تنمشي ونزوروهم تنشوفو les parents تتلقاو مع les parents تندلو دي جورن ديال 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 النقطة اللولة النقطة التانية هو انهو يعني السبشر نخير يعني الجامعة درت واحد العمل باهر جدا انه قدرات دخل الرياضة البرارياضة المدرسية ومن خلال البرارياضة المدرسية هذه السنتين ونحن سنقدمه بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية الرياضة المدرسية تتر الساحب السلام اللي يذكر بالخير لانه مددوا معي الدينة ودبا الان الوليدات كلهم تديروا الرياضة داخل المدارس من خلال هذه البطولات تنعود ونتقي أجوة العناصر بالإضافة إلى النظرة في الحياة اليومية الشارع وأحسن طريق هي العمل التي يقوم بإعلام الوطني التي يصل الضوء على هذه البطولات وعلى هذه الإنجازات الأباء والأولياء أمور التي يحلم تقول لك على شو ما يكون بحالهم تطلق ناس كثيرين تزورون في المقر الجامعة وتندلون لهم الكشف السريع الطبي الرياضي وتنشوفوه ما يقدر يدخل معنا أو ما يقدر يدخل معنا وتنوجه الرياضة التي يمكن يبرز فيها لم أفكرتش برنامج ما يكون أسبوعي لدوز حقيقة هذا يعني كان لدينا اتصالات كثيرة ولكن كان صعوبة كان صعوبة نحن مستعدين لدينا برنامج أسبوعي بحل ما جل فوري بحل ما جل بحل 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 يجب أن يكون لدينا 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 معنا اليوم أيمن هو الحمد لله بك دو ميطة اليوم جاتي تيزورنا وانكورة انا فواسي بكان جران بليزير غير ما تنساش كما قلت لك رغي بقوا هنا هذي بيناتنا يكا سهل أيمن عندما انتا انتون كاتلات اشنو بالنسبة لك اشنو المزاق سوية تعمل باش يلتحقوا رياضيين كما تنسوا معنا ومع السيسة هيدا خاص المزيد من توعية بالنسبة للرياضة ديالنا حتى انا كنت ومش حالة دي اطليت كان جري معلي فاليد وما كنت عارف راسي بانني باراولمبي حتى مشيت الامريكا حاولوا يقدوشي حاجة في التكنيك وهاكا لقاو مشاكل بزيف من اللاصال من الطريقة تجرياء تيقولوا بانه كمشكل وكانوا قالوا لعدنا لزرلت امريكان دي شامبيون عندهم نفس المشكلة ديالك دابا احنا في المغرب فاش كي سمعوا اعاقة كي تسحب ليهم خص واحد يكون في كروسة باش يلعب صح دابا ادوال مشكي مع كيت روجره ماخدوك ادوال مشكي انا رأى كان قتيراح ولكن الحمدلله فضلنا العالم المغربي وحنا مغاربة وبغينا نجيبوها بالناشط الوطني ديال البلد وكننا لعبنا الألعاب الفرنكوفونية وكنت لقيت الأسادة الفايز خديجة اللي حتى هي جات سولاتني قلت لي شنو الموشكي اللي عندك في الديك كنشوفك ست سنين نادي ونجا قدير الباندا قلت لي يا رأى موشكي اللي في الطول يد وعامو الساديما اللي ما كان قدرش ندير بزافة الحواج بيهم وقلت لي يا رأى التاية زادت حكرات عليا باش ندخل الـ وقلت لي يا رأى عندك موسقبال كبير ووعيد في الـ وقلت لي الجامعة رأى كي شرفها بطال بحال كي نضم لها والحمد لله توكلنا على الله وخدمنا وقدرنا يدفيد كيف حالك في أمريكا؟ كيف حالك في الـ 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 ها هؤلاء الـ 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 يجب أن يكون في أي سباق تشاهدون الأجناء أو يجب أن يحصل على الحساسات في المنزل ويجب أن يشارك أي أطلاق أطلاق ويجب أن يكون لديهم إعاقات يجب أن يكون لديهم كبيراً في السباحة ويجب أن يحاولون أن يدمجوهم أ ganze نبيزهم يجب أن يكون لديهم أطلاق أطلاق كبيراً ويجب أن يعملون جميعاً ويجب أن يكون لديهم أطلاقه ضعها من الم أنواع الإعاقة والبطر بالخصوص البطر اللي يشوفوا عنده بطر يحاولوا يحتاجنوا ويكونوا منه بطر أولمبي يقلبوا على المعادل مهم بزاف فوق العداء باش ياخد أحسن رياضي لسنة 2004 تبارك الله عليك برافو برافو وليس يتغير كل الأمور يمكنك المتشاكة من خصوص لديهًا 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 دين نضي الله يمكنكه كل الأمور من فنوات إنتاج عن كل الأمور فهو خاوّد وفرستكا لديهًا 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 لديه في الشياس لديه قطع كنساف فعود ما يخلصوا عشرات المليون ويدخلوا يقرأوا يعني تخلصوا شي حاجة قليل يمكن شي 300 دولار يعني في العام ولكن يسان بقي ان شارج وهذا هو اللي حنا تنتمينا هو حدوقت الجامعات يعني الجامعات الكليات والجامعات هما يبدأوا يديروا هات المسألة هذه ويانتغروا يعني les étudiants بورتون handicap في النظام ديال الرياضة الجامعية لأنها مهمة جدا حنا موزان ما وصلناش لها ولكن رحنا بدنا وغادي نديروا تال باكالوريا ديال طالباء يعني التلاميذ حمل الإعاقاد الرياضة مغير بقاوش يديروا هاتك هاتك الادسبنس مغير بقاوش يعني تلبوا مديروش الرياضة وليه دار عليها السيئيمن مهم جدا c'est لهم ديال il n'y a plus de séparation مهم بزاف قد ديرهم في la situation تديرهم في الوضع أو في الحالة وتدخلهم يلعبوا في جوجه وحنا تديرناها هنا في المغرب لقينا التلاميذ اللي هم سليمين أو الصحاء ولو تحمقوا على الرياضات المعاقين تلعبوا معهم في الكرسي وتديروا معهم جميع الرياضات إنه لا يوجد دوبستاك c'est vrai c'est vrai نديروا واحد الوقفة أخرى كانت بريك تايم ديباسي لإكستراتايم جنرال موم بتيكون الحديد الشيخ مع الضيوف ديالنا تندخلوا شوية في الوقت ديالنا هي ساعة وشين دقيقة تنمشو تالإكستراتايم تانتا مقرنا أمبخنتي وفوتبول تود شويت نتلقوا من بعد الإكستراتايم أهلاً وسهلاً بكم مراد ومشاهدين من فقرة إكستراتايم معسكر ديال منتخب الوطني الكرة القدم سالة واللعيبين رجعون نواديهم ولكن زلزولي ما سخاش يمشي قال لك والو خصو يحضر الشعرس مغربي نخليكم تعرفوا على السبب جواز مبروك سعيد وعرضوا عنا رهنجي وره معلش مشكسي يخدم تنوجي والصارحة عنده الحقرة الطبخ المغربي كي تعتبر أحسن طبخ في العالم ناس لي كتمرس الرياضة أو لكتب دوما كتستمرش جبت لكم واحد المتال اللي كنتمنى يحفزكم على أنكم متعكزوش وتكملوا في الرياضة لأن فوئدها كثير على الصحة الجسدية والعقلية وحتى النفسية علينا يويا الله متعكزوش وده بغا نخليكم تستمتعوا بواحد الفعاليات الطريفة التي تنضمها المدارس في اليابان في بداية كل دخول مدرسي هذه الفعاليات كيشاركوا فيها تلاميذ رفقة الآباء ديالهم صار حاشي وليدة تبقى وفيها نختم فقرتنا بأحسن لعبات غولف نشاهدو شفتو الفرحة على وجهها البريء تقول غير صابت لهذا والصراحة وقينا راسا بتو نشوفكم في حلقة أخرى شكرا هانا وكما قلت لكم في الأول لست وعشرين دقيقة ستخير ربيد ما زال لدينا فرصة نحن ما غير نتحركوا نشوف ستبقوا معلمي ذا أنا قلت لكم المرة أولى ستبقوا هنا ستساعد أعطيكم كلمة أخيرة لنداء الجمهور حدث واحد قدية اللي تترجع وحد الكيسيون كيفاش تتعيشون توما هذه المسألة اللي تيدروا صدق المقارنة بين النتائج ديال البراليمبيزم وديال المغرب أنا جودغي ما كمباريا متين بريش هاد المقارنة نهائيا كل الحركة عندها النظام الحركة الرياضية الدولية تتشكيل مجوز ديال الحركات الحركة الرياضية الرياضات الأوليمبية وحركة الرياضات البراليمبية كل حد عندها النظام ديالها كل حد يعني المقويمات ديالها المقارنة يعني صعب صعب إذا بغينا نتكلموا عن المقارنة راحنا ما عندناش يعني ما عندناش إيابات جوستيس ما كيش واحد العدل أعلاش غتقول أربعالاف وربعمية رياضي حاملين إعاقة تيشرك في اللعب البراليمبية ماشي والعدل التي تيشرك ديجا هنا كان هنا مقارنة المسابقات المائة متر حنا عنا 22 المسابقات ديال المائة متر يعني مختلف يعني وبالتالي ما يمكنناش بقى نتكلموا عنها ونتعشتين معنا في الكمبيتسيون غلوبال الكمبيتسيون غلوبال متدمج يعني الرياضي المعاقين مع الأسوياء تولي الإعلام كله غاد يلعند الأسوياء وتنسى هذه الرياضي المعاقين أو تعتم بعض المنافسات أو المسابقات التي هي قليلة جدا وتندزوا إنا برسو هذا ما متل متل تقبل هذا نعطيكم الكلمة الأخيرة بش نداء بحل هذا نداء الجمهور اللي كانت متبعكم وتشجعكم وتتسنون منكم مازال المزيد إن شاء الله في العوام اللي جاية إن شاء الله أولا كما نشكر جلالة الملك محمد الساديس على برقية شكر اللي شععتنا بزيف وحفزاتنا وخلاتنا ننسى التعب تستحق دي التعب اللي درنا على قبلها وكان نعاود ونقولوا نزيدوا الخدمو باش نفرحوا المغاربة عاودتين ونعزفوا الناشيد الوطني إن شاء الله وكانشكر المغاربة كاملة اللي كانوا وقد قرروا الواحد اللي وقفوا معايا من البدايات حتى النهايات والناس اللي تاقوا فيا حتى هما وكانبنشكر الجامع الملكية للأشخاص في وضعية إعاقة اللي حتى �ما تاقوا فيا والحمد لله كنت عن حسن طن وكانبنشكر جامعية إدماج للأشخاص في وضعية إعاقة اللي حتى Cream حتى الضنوني ووقفوا معايا بزيف وقد أريد أن يكون رسالة رياضية بأنه يكون صبور وصبور وصبور ويحاول أن يبعد على الإلهاءات كيف ينصح الأصدقاء ويحاول أن يزيار رأسه قليلاً ويهتم بالصلاة وإيمانه في الله ويجعل طريقة نقية حلمه لأنه حتى شيئاً مسهلاً لا كنت في أمريكان ولا كنت في مغرب ولا كنت أبطال كبار كبار بزاف جاءوا من أغاندا ما كانت تقريباً تلمك يمشي يشربوا من الواد ولكن يقول لك حسن الظن بالله يأعطيك بغيتي يخدموا ويتوكل على الله ومع الصبر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بسيط جداً ولكن هناك ثلاث نقطة مهمة جداً تتكلم عليها في كل مناسبة كل إجاز خلق مركز التدريب المستوى العالي الخاص والأشخاص في وضعات إعقاب أصبح شيء مليح جداً وضروري خلق لجنة بارالنبية يعني في أقرب وقت على أساس نستفيد يعني من إعداد البرالنبية أربع سنوات خلق قانون خاص بالرياضي المستوى العالي البرالنبية هذه ثلاثة المسائل اللي لا بد أن يعني توفروا باش يمكننا يعني نرتقيوا المرتبة اللي بغينا كل مغاربة يعني العشر الأوائل إن شاء الله يعني في جميع الرياضي وما زالين نرجعوا لهذه الفكرة هذه البرنامج الرياضي مخصص بالبغة الأنبيزم إن شاء الله ونشوفه على شلاء شكراً بالزافة على المدعبوري شكراً بالزافة هذا واجب لنا شكراً 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 إن شاء الله شكراً